نروح لفينسنت يانسن هو هولندي دولي محترف في صفوف فريق مونتري المكسيكي وكان بالمناسبة كمان يعني طلع نادر عرفه قال لي ده كان بيلعب في طاة نهام مظبوط كان بيلعب في طاة نهام عبل كده وبالتالي يلعب بالتأكيد إمكاناته كبيرة جدا حاليا هو بيلعب في صفوف مونتري وإحنا سألناه وقال لنا رأيه عن مشاركة مونتري في كاس العالم ورأيه عن فريق نادي الأهلي ومشاركته الأولى أو في المباراة الأولى اللي هتكون مواجهة بين الفريقتين خلينا نسمعه ونشوف قال إيه ونرجع لديوفنا نفتح ملف الأهلي ومونتري لقاء السبت في بداية مشوارنا في كاس العالم للأندي أعتقد أن الألالي هو قائمة جيدة هم قائمة من المجموعة من المجموعة لديهم قائمة جيدة لذلك هم قائمة جيدة ونجب أن نتعرض نفسنا بطريقة جيدة لا أعتقد أنه لا يهم في الماضي أو لا فقط أن كل مجموعة مختلفة ونحن نعم لديهم جيدة جيدة ونحن نعم لذلك سيكون جيدة جيدة نعم جيدة نعم جيدة جميع مطافة ونطاقعة لنا هذه الأمثال حقنا ونطاقنا نطاقنا شخص من الأولى نحن ستترك لدخل في بعضها في قد ونحن نحن 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 نقاط ونطاقنا وفقاً في طريقة جيدة ونرى ما سيحدث